بعد كده واتكلمنا على فقرة النستالجيا يمكن وإحنا في الافتتاح بتاع القناة وقلنا لحضراتكو إحنا مخصصين فقرة للنستالجيا دي هتبقى معانا على قد ما نقدر في البرنامج وهنا معانا نستالجيا رياضية وهنحكي حكاية لشخص اسمه النبيل عباس حليم ده أحد رعاة الرياضة في مصر كان متعدد المواهب الرياضية وساهم بصراحة في كتير من الأندية مش بس كده هو كمان يا كريم أطلق عليه لقب نصير العمال والفلاحين نبيل عباس حليم ده هو حفيد الأمير محمد عبد الحليم أحد أبناء محمد علي باشا مؤسس الأسرة العلوية وهو من موليد الأسكندرية عام 1897 كان طيار وخدم خلال الحرب العالمية الأولى وكمان كان ملاكم جيد وسباح ولعب تنس وصياد ماهر بدأ الجهد كبير واضح في رعاية الرياضة في مصر واستمر حتى أكتوبر 1930 رئيسا لنادي السيارات المصري وبالمناسبة يعني بوبراس بدل كلام عن أن هو كان صياد ماهر برضو من حكايات النبيل عباس حليم مع رياضة أنه كان بيحب السيد جدا وكان بيحتفظ في أصره بمجموعة كبيرة من البنادق وكمان الحيوانات المفترسة اللي كان بيصطدها وبيحنطها بحجمها الكامل وكان دايما بيظهر بجوار الأسود في كل الصور اللي كانت بيتنشر ليه في هذا الوقت لكن رغم محبته الشديدة للصيد توقف عن ممارسته في الخمسينيات النبيل عباس حليم ترقص نادي النجمة الحمراء وبالمناسبة ده النادي اللي بيعرف حاليا باسم النادي الأوليمتي وأيضا ترقص اتحادات رياضية كثيرة وساهم في إنشاء وإدارة اتحاد الكرة في ثلاثينيات وتوفي النبيل عباس حليم عام 1972 عن عمر يناهز 75 سنة ودفنة في القاهرة